اشتركوا في القناة التفاصيل ولكن من قبل باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس بصوفة اتمنى عودة هؤلاء الثلاثة لصفوف المنتخب ذكر الدولية المغربية السابق مبارك بصوفة في تصريح لموقع السكر 212 انه يتمنى عودة كل من حاكم زياش وامين حارث وادل تعرابت لصفوف المنتخب الوطنية وتحدث بصوفة عن زياش الذي التقاه مؤخرا في الولايات المتحدة الامريكية وقال حكيم يحب المغرب وهو حزين جدا بسبب الوضع الراهن عجل الكافي ينتقم للرجاء البيضاوي من الاهل المصري بعد الاقصاء اقدمت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم على انزال عقوبة شديدة بالحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد شارف بسبب تبعات المواجهة التي جمعت راجع الرياضي بالاهل المصرية ضمن ذهاب ربع نهائي دور ابطال افريقيا الذي ودع النصر الخضر بهزيمة في مجموع المبارتين بثلاثة لاثنين وكشفت تقارير الصحفية ان لجنة الحكام المذكورة قررت تغيير التقم التحكيمية الذي ادار لقاء اهل طرابلوس امام الاتحاد الليبي امس الاحاد في اياب الدور الرابع النهائي لكأس الكنفدراليا والذي انتهى بتأهل اهل طرابلوس بنتيجة هدف دونراد وقررت اللجنة داته الاستعانة بالدولة المغربين والدين الجعفرية وتكليف الجزائري الحلوب الابراهيم بمهمة الاشراف على تقنية الفيديو بدلا من مواطنها الدولي مهدي عبيد وكان الاتحاد الافريقي قد اختر راجع بانه سيفتح تحقيقا في الضلم التحكيمية الذي شهدته المباراة المذكورة وخاصة ان ضربت الجزاء الفضيحة التي تنقلت وسائل الاعلام الدولية واسعت بشكل كبير لصورة الكرة في القارة السمراء وكان مسؤول الناد الراجع قد بعد برسلة التجاج قوي للاتحادين الافريقي والدولي لكرة القدامة ضد دقم حكام مباراة الدهاب امام الاهلية الذي قاده الكونغولي جان جاكندالا وعاونه في تقنية الفيديو الجزائري مهدي عبيد شارف بسبب الاخطاء التحكيمي الجسيم التي ارتكبت في حقه وتسببت في هزيمته امام الاهل بملعب السلام وطالب الرجاء في خطابته المذكورة بتدخل رئيس الفيفا لمراجعة اوضاع التحكيم في الكاف وفرض عقوبة قاسية على الحكام انضالا الذي احتسب دربة جزاء خيالية وان الهدف الثاني للاهلية غير صحيح بداعي ان مسجله كان في وضعية تسلل وتغاضي عن توجيه الاندار الثاني ومن تم البطاقة الحمراء للمالي اليو ديانج وصر رجاء من خلال الخطابة ذاتها المدمجة بشرائط مصورة على ضرورة انزال عقوبة قاسية بمساعد الحكام الاول الذي اعتدى على اللاعب محمد زريدان ادارة الويدات تكافئ اللاعبين بمنحة كبيرة بعد التأهل الى نصف نهائي دور الابطال ضمين اللاعب والويداد الرياضي منحة مالية كبيرة بعد نجاحهم في التأهل الى نصف نهائية دور ابطال افريقيا وسيحصل لعب الويداد الرياضي على منحة مالية قدرها 6 ملايين سنتيم لكل لعب نظرا نجاحهم في بلوغ المربع الذهبي لدور الابطال ومعلوم ان الويداد الرياضية سيلتقي في نصف نهائي دور الابطال مع بيترو اتليتيكا الانجولية نجم المنتخب المغربي يتير اعجاب الجميع بصورة رائعة لإحياء ليلة القدر نشرت دولية المغربي زكري ابو خلال مهاجم فريق ازيد الكمار الهولندية صورة له عبر حسابه بالانستغرام ظهر من خلالها وهو يطلو القرآن الكريم في حضرة معلمها في مشهد يحيل على حصص تعلم القرآن بالكتاتيب والمساجد حيث لقى كثيرا من التنائي والتنويه هذه الصورة التي زكت مدى تعلق زكري ابو خلال بدينه الاسلامية وتشبطه الدائم بها وعجب بها مجموعة من المتتبعين بسبب سلوكه المستقيم وكذا عدم تأثير الشهرة والمال على شخصيتها وقامت دولة المغربية بارفاق الصورة المذكورة برسالة جميلة جدا حول فضل ليلة القدر وقال بحول الله تعالى نحن الآن في الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان وفيها ليلة خير من ألف شهر وتبع لا تفوت هذه الفرصة الذهبية التي لا تكون إلا مرة واحدة فقط كل سنة ومن يدر هل يمكن أن نعيشها مرة أخرى لذلك لا تكون الشخص الذي سيندم على ما كان يفعله في هذه الليلة المباركة والرائعة ولكن كن الشخص الذي سيكون راضيا في يوم القيام على كل ما قام به في هذه الليلة المباركة فاللهم بلغنا هذه الليلة وبلغنا توابها وأجرها مدريب المنتخب الجزائري يلتقي بشكل مباشر مع الحكم قصاما ويقول له أن تحكّر بعد مرور أزيد من عشرون يوما على إقصاء المنتخب الجزائري أمام المنتخب الكاميرونية من الدور الفاصل المؤهل لمنافسات كأس العالم قطر 2022 خرج مدريب المنتخب جمال برماضي يحمل المسؤولية الكاملة للحكم القامبي بكاري قصاما ويروي ما قاله له في أول لقاء جمعه ما بعد المباراة وقلب الماضي في مقابلة المصورة لها مع القناة الإلكترونية للجامعة الجزائرية لكرة القدم عندما صادفت الحكم قصاما في صلاة المطار إن زعجت عندما شاهدته يرتشف قهوة وحلوة كريم من نوع ميلفي وهو جالس مرتح البال قلت له بأنك لم تكن زيها وكررت له ذلك في إسطنبول عندما التقيته مرة أخرى هناك أثناء الرحلة وشدد مدريب المنتخب الجزائرية على أن الجزائريين لن يتركوا حقوقهم وسيدافعونانها مضيفا قصاما كان رجل مباراة الجزائر والكاميرون بقراراته الخطئة إنه حقار وأكثر من ذلك واعتبر بالماضي في حديثه أن التحكم كاريتي في إفريقيا ونددت بهذا الأمر في عدة مناسبات سابقة عندما يتعلق الأمر بالمباراة الحسمة فالتحكم في إفريقيا يصبح عبارة عن صوق باكيتا تلقينا تصرفيقا والويداد عندها جمهور خيالية انتقد البرازيلي ماركوس باكيتا مدرب فريق شباب الوزدد الجزائرية الطاقم التحكمي المصري الذي أدار مباراة أمام الويداد الرياضية والتي عرفت تأهل فريق الأحمر إلى دور نصف نهائي لدور أبطال إفريقيا وكشف باكيتا أن مترجمة تعرض للكمة قوية على مستوى وجهها من طرف مدرب حراس فريق الويداد حسب قولها مشيرا أن هذه التصرفات مرفوضة ولا تلق أبدا بقيمة الفريقين العريقين كما لم يفوت البرازيلي باكيتا الفرصة ليتني على جمهور الويداد الرياضية الذي لعب دورا مهما في تأهل فريقه للمربع الذهبية على الرغم من السيطرة الواضحة لفريق بالوزداد على حد تعبيره دائما هذه أبرز العناوين بصفة أتمنى عودتها أولئي الثلاثة للصفوف المنتخب المغربية عجلة الكافي أن تقم للرجاء البيضاوي من الأهل المصري بعد الإقصاء إدارة الويداد تكافئ اللاعبين بمنحة كبيرة بعد التأهل إلى نصف نهائي دور الأبطال اشتركوا في القناة